اشتركوا في القناة الى ان عداد المصابين بنقص النحاس في الاونة الاخيرة اخذ بالارتفاع الامر الذي قد يشكل خطرا على الصحة علامات نقص النحاس في الجسم اليك اهم العلامات والاشارات التي تظهر نتيجة نقص النحاس في الجسم والتي تساعدك في العلاج المبكر اولا الضعف والتعب يساعد النحاس في امتصاص الحديد في الجسم وبالتالي نقص مستوياته يؤثر على كمية الحديد الممتص هذا الامر من شأنه ان يرفع من خطر الاصابة بفقر الدم وبالتالي شعورك بالتعب والضعف المستمر الى جانب هذا يقوم النحاس بانتاج المصدر الاساسي للطاقة في الجسم لذا نقص مستوياته يؤثر على الطاقة لديك ايضا ثانيا ضعف العزام كما اسفنا سابقا فان للنحاس دور كبير في تعزيز صحة العزام وبالتالي نقص مستوياته من شأنه ان يرفع من خطر الاصابة بهشاشة العزام ثالثا صعوبة في المشي يلاحظ الاشخاص الذين يعانون من نقص في مستويات النحاس صعوبة المشي فالانزيمات المختلفة في الجسم تستخدم النحاس بهدف الحفاظ على صحة جيدة للحبل الشوكي وبالتالي نقص مستويات النحاس يؤثر على عمل هذه الانزيمات مسببا صهور مشاكل في عملية المشي رابعا شحوب البشرة من المعروف ان لون البشرة يتم تحديده جناء على صبغة الميلانين الموجودة في الجسم الغريب في الموضوع ان النحاس يتم استخدامه بهدف انتاج الميلانين بالجسم بالتالي قلة مستوياته تعني انخفاض الميلانين وشحوب البشرة خامسا مشاكل في النظر فقدان النظر يعد من احد اخطر علامات الاصابة بنقص النحاس الحال فالنحاس يتم استخدامه من قبل انزيمات تساعد في الحفاظ على عمل الجهاز العصبي بالشكل السليم ونقصان مستوياته من شأنه ان يسبب مشاكل في الجهاز العصبي ومن بينها فقدان النظر سادسا الاصابة المستمرة بالمرض ان كنت تعاني من الاصابة المستمرة والمتكررة بالمرض ننصحك بفحص مستويات النحاس لديك فالنحاس يلعب دورا هاما في تعزيز صحة الجهاز المناعي وفي حال انخفض مستواه يصبح جسمك اكثر عرضة للاصابة بالمرض سابعا مشاكل في الزاكرة ان كنت تمتلك مستويات منخفضة من النحاس فقد تكون عرضة لمشاكل الزاكرة اكثر من غيره حيث يلعب النحاس دورا كبيرا في عمليات الدماغ وتطويرها سامنا الحساسية للطقس البارد هل انت اكثر حساسية لبرودة الطقس مقارنة مع الاخرين النحاس والمعادنة الاخرى مثل الزنك تساعد في الحفاظ على عمل الغدة الدركية في الجسم وبالتالي تنظيم عمليات الايضة الصحية وانتاج الحرارة انخفاض مستويات النحاس من شأنه ان يساهم في شعورك المضاعف بالبرد تاسعا الشايب المبكر كما ذكرنا سابقا فان النحاس يعمل على تحفيز انتاج الميلانين وبالتالي نقصانه من شأنه ان يؤدي الى ظهور الشايب المبكر لديك مصادر النحاس بامكانك تناول النحاس من مصادره الطبيعية والتي تشمل الكبد المأكلات البحرية الشوكولاتة الداكنة والشوفان حبوب السمسم الفطر واللوز بالرغم من اهمية معدن النحاس لجسم الانسان الا انه من المهم عدم زيادة مستوياته فانت بحاجة الى جرعات قليلة منه يوميا وتناول الكثير من النحاس من شأنه ان يسبب تسمم النحاس والذي يترافق مع الاعراض التالية الغسيان والقيء قد يكون في بعض الاحيان ممزوجا بالدم الاسهال الم في المعدة تغيير لون البراز الى اللون الداكن والصداع صعوبة في التنفس عدم انتظام نبضات القلب انخفاض ضغط الدم الدخول في غيبوبة وتضرر الكبد والكلة اشتركوا في القناة